السلام عليكم الخوة أنا معكم رانيا وتوليت فيديو مرود اليوم 13 أكتوبر 2014 سوف نهضلكم على رايني تنوري دوكتفا معلش رايني تنوري الله يبارك لعب ممتاز شاب مستقبلة على المنتخب الوطني سوف نهضلكم على المدرب داك العام 2023 سبونيولي يولن لوبيتيكي يولن لوبيتيكي والذي كان يدرب النادي الحالي لهو فيولفرامتون وكان المدرب دياله كان يلعبه احتياطي هنا كنت من الناس تقلقنا مع المدرب درت عليه فيديو قلتوا عنصورية لأنه كان يلعب في وليد بلاده هذا هو التوامي والله يلعب دوك وكان يلعب دوك وكان يلعب دوك في هولندا تقلقت منه وكنت نقول كيف هجعندك تنوري فيولد بلادك مع الوقت لازم ندير وطرن كان عنده الحق كما كان يلعب به في البداية لم يكن يلعب به كان يلعب به احتياطي لأنه دفاعي كان ما يلاقش قالهم ذاك الوقت نفضل اللاعب بينه لأنه دفاعي كم ارير جوش وهذا هو ما يحتاج وعلى عاية نوري يزيد يخدم باش يتطور نفسه دفاعيا إذا يلعب في الفريق وكي تشوف ذاك مع الوقت وكي شوفت لي ماشتيا عمل بزاف وانا نركز على المنتخب الوطني شوف تبلي صدق في كلامه والله ما ظلموا عنده الحق لأن كتل عبارير جوش في الليكي بتاعك ايت نوري في المنتخب الوطني ديالك عراك يعني تغامر لأن الدفاعيا يخلي بزاف طغارات وماشي غير دفاعيا ذاك الوطقة لهم حتى يطور نفسه دفاعيا وخاصة يعرف يلعب بلا كورا هذه لازم نقطة هذه أخوة خلوني نركز لكم على الكلمة هذه اللعب بلا كورا لأن أغلبية الناس وأنا واحد منهم تانيتها القيم اللعب يكون عنده الكورا وش يدرب الكورا لكن المتبعين المدربين المدربين خاصة يقيموا اللعب أيضا كما تكونش عنده الكورا كيفاش يتصرف فوق الميدان وهذا هو المشكلة الرقم 2 ديال ايت نوري وكي معانتها وش معانتها كما تاندوش الكورا يقدر على يعني لغوة المدربين لغوة المدربين لغوة المدربين لغوة المدربين كما تتصرف كما تلك المدربين وكما تتصرف وحن كنا نقول ما يحضر فيه لأي نوري كان يفضل بوينو لأنه بوينو كان يفضل بوينو كان يفضل من ايت نوري كنا نقول كنا نقولوا هاي تنوري أفضل لأننا نشوفه كي كانوا عنده الكرة وحتى في المنتخب الوطني نشوف الناس يعدروا معي يقولوا يا غانو كيفاش شتو واش يدري بالكرة وانا نقولوا ملا ايه نشوف توجده بالكرة بسح رقب كي ما يكونش عندنا الكرة نشوف البلاصمون تاعه ما زاله ناقص ورقب تعنيت له ريبلي ديفونسيف تاعه إذا المدرب تعنا المنتخب الوطني والنادي لارفع لبله بالشهادة راوي لعبوا بيستان غوش حتى في الكلب تاعه ماوشي لعباري غوش دميتي راوي لعب آفانسي سوى بيستان غوش سوى مليو أكسنبري حتى كتلعب الخطة هذي لازم يكون عندك خطة لعبين اللي يغلقوا اللي يكوفريوا جهة الجهات ايه تنوري إذا ما عندكش إذا تطلب تحط خطة وين تحط ندفونسها تخواه وتحط بيستان غوش ايه تنوري على بالك باللي كان تغرى من جيته لازم تحط جوال اللي يغلق لك اللي يرسبكت هذلك الشي هذك هذي من جيهة من جيهة وحد أخرى كان أمر وحد أخر أني أحطيت لكم في العنوان اللي لا على بود على بيتكوفيتش ماشي يقدر معاه لأنه هذا ماشي نادي هذا منتخب الوطني هذي تريبو طيب البالون هذي طالوناد رولات ما راك أطاقون ما راك إلي غوش لعب سامبل كل صراحة أنا وحد من الناس يقلقني كي بدأ يزيد منها بزيادة ويحبي يدري بلي أربعة دون زين اسباس هكذا ريدوي ويحبي يدري يوم كامل ويحبي يدخل دي زيوت بالمماراغات والإطالوناد والتشاك والرولات على زيدان أنا شخصيا هذي تقلقني بل بزاف لأن تصوروا في حالة أن نضيع الكورة ويضيع الكورة في الوضعية اللي يكون فيها من جهة الخصم كل وارغوج عند الخصم ينحولوا الكورة كورة في العمق من جهته إذا ما تكونش في كوفيرتور خاطر ضدنا احنا وشفنا عدة مباراة وين سجلوا هدف من جهته سيبوسا قلت على بيتكوفيتش يدير كما يونان لوبتيقي يجيره كما يجيره لوبتيقي وارجعه للصف الريسبيكت لكونسين الكورة القدم ماشي غير يكون عندك بالون تعف ديري بليه ودير طالوناد ومدير الكورة القدم المستوى العالي تصرفتهاك بلا كورة هذا أعطوني رأيكم على كل حال هذا رأيي لكن يبقى تيقتنى كبيرة في عيت نوري لكن تعرف كيفاش توضفه وتعظر معه بالنقص هذك اللعب الزايد ما نحتاجهش ألعب سامبل افكاس حالت لكم الفيديو مرحبا بكم بالكومنتر بقاء الله خير ترجمة نانسي قنقر